الارهابية مقابل ارتفاع ملموس لقضايا الفساد المعالجة في دورة الجنائية السابقة لها أسباب في نظر أهل الاختصاص وليد بوهرى ورصد الأسباب في هذا التقرير الدورة الجنائية التي أغلقت أبوابها قبل أيام اختلفت عن سابقاتها من حيث القضايا المبرمجة فيها حيث عالجت أربع من كبرى قضايا الفساد في الجزائر وإن كان السبب في رأي بعض المحامين نية السلطة في مكافحته هناك إرادة للقضاء على هذا النوع من الجرائم حيث أن الملفات التي طرحت كان فيها القضاء ضرب بيد من حديد فالبعض يرى أن التعقيد الذي يحوم حولها في التحقيق وطول مدته عجلت من برمجتها أصبحت هذه الملفات جاهزة للفصل فيها وعلى هذا الأساس العدالة الجزائرية طرحتها وجاءت الأقدر أن تكون في لحظات متفاوتة أما تراجع قضايا الإرهاب في هذه الدورة فأرجعه المختصون إلى ثمار مشروع المصالحة الوطنية في السابق كان هناك عدد مهم فيما يخص القضايا المتعلقة بالإرهاب الأملي لاحظناه أنه في هذه الدورة نقصه بشكل كبير هناك جني لثمار المصالحة الوطنية فيما تبقى الطريقة التي سيرت بها العدالة مثل هكذا ملفات لأول مرة قد أظهرت استحسانا وسط أهل الاختصاص دولة الجزائرية أثبت أن هناك عدالة قائمة ومستقلة وتحترم القانون وتقدم كل أشخاص متورطين للعدالة الدورة الجنائية السابقة كانت مميزة عن سابقاتها بقوة القضايا المطروحة فيها لتبقى الملفات الأخرى مؤجلة إلى وقت لاحق أبرزها قضية سناطراك إثنان